مصرع أركان حرب اللواء تسعة عشر مشاف الميليشيا بصرواح والجيش يستكمل تحرير الجدافر في الجوف ويتقدم نحو معسكر اللبنات فرار عشرات المجندين الحوثيين من مأرب وقيادات الميليشيا في صعدة تشتبك بالخناجر والأحذية لإخفاقها في الحشد للجبهات ارتفاع وطيرة التصفيات الحوثية لمشائخ القبائل الموالين لها وناشطون يطالبون القبائل بانتفاضة مسلحة نشرة الأخبار من يمن شباب أهلا بكم أعلن الجيش الوطني عن فرض سيطرته على جميع المواقع في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي إن المعاركة انتقلت إلى المناطق المفتوحة بالصحراء بعد استكمال تحرير منطقة الجدافر في محافظة الجوف وأضاف في تصريح لقناة يمن شباب أن الجيش الوطني استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري عقب معارك تحرير الجدافر وفي السياق قال العميد عبد المخلافي قائد اللواء 22 مشاه إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت إثر معارك خاضتها مع عناصر الميليشيا يومي الاثنين والثلاثاء من تحرير جميع المواقع في جبهة الجدافر شرق الحزم وزارة الدفاع والأخوة في التحالف ما قصروا ودعمونا لكن الدعم الأكبر هو ما أخذناه من الحوثي الدعم الأكبر هو ما أخذناه من الحوثي ومن أراد أن يصورها ويشوفها في المتارس في المسمع ومرقم عليها السلحة الحوثي معروفة سواء من هوانات أو عربات أو يعني عيارات خسار الميليشيات الحوثية كانت كثيرة جدا ومنهم الأسراء الذين هم مغرر بهم من أبناء الشعب اليمني الذين يزقون فيهم في محارق الموت وكذلك ونحن نعطي أنهم من الطبقة الضعيفة الذين بعضهم يشترونهم بالأموال وبعضهم يأخذونهم بالقوة ونحن ننصح قبائل الشعب اليمني وأبناء الشعب اليمني ألا ينخرطوا في هذه المعارك من جهة ثانية أكد أركان اللواء 149 محمد الوشاح أن قوات الجيش الوطني أصبحت على بوابة معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم وأشار الوشاح في تصريح ليمن شباب إلى أن ميليشيا الحوثي فشلت في استعادة المواقع التي خسرتها خلال معارك اليومين الماضيين وتكبدت بدلا عن ذلك خسائر كبيرة في الأرواح والعتد العدو حاول يتسلل قبل أيام وقمنا بالرد عليه وطرده من المواقع وتم استحلال المواقع ونحن الآن على بوابة اللبنات والحمد لله نحن لم يأتي مننا أي خسائر وإنما خسائر العدو لا زال يتسلل ثم مرمي خلف المتارس والأطقم ولا زال العدو أمس العشي يعيد الهجوم يحاول استعيد مواقعه ولكن تم صده وكسره دخلت العمليات العسكرية في محافظة الجوف مرحلة جديدة أصبحت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صاحبة زمام المبادرة حيث تمكنت مؤخرا من التقدم واستعادة مواقع وسلاسل جبلية بعد هجمات مباغتة وفق خطط محكمة نفذتها ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية تطور جديد في معارك جبهات محافظة الجوف باستراك فاعل من القبائل في القتال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وتنفيذ الكمائن المؤلمة ضد الإرهابيين الحوثيين عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها قوات الجيش من التقدم شمال الجدافر باتجاه جبال الأقشع والتي استعادها الجيش بكاملها بعد استدراج محكم نفذه ضد ميليشيا الحوثي هي كانت جدافر لدى العدو فكنا نشتبك أغلبية الأيام بينها نحن والعدو فبالأمس خططنا لأخذها فأخذناها حتى لا يتكرر الاستنزافنا والاشتباك فيها فهم الآن أمامنا بالصحراء وهذا هو مطلبنا مطلب نتقاتل هناك في العراف الصحراء تغرق ميليشيا الحوثي الإرهابية في رمال الجوفة ويلتهمهم رجال الجيش والقبائل ورمالهم في نفس الوقت الذي كانت فيه ميليشيا الحوثي تعلن سيطرتها على مواقع في جبهات مأرب قيادات عسكرية قالت إن الجيش لاحق عناصر ميليشيا الحوثي في عدة مواقع وأكد عهد الجيش بالحفاظ على كل مواقع وعدم السماح بسقوط أي موقع عسكري تم يومنا هذا دحر الميليشيا الإجرامية التي كانت تتمركز في منطقة القدافر وتم السيطرة على منطقة القدافر بالكامل ونحن إن شاء الله أمام بوابة اللبنات وتعتبر بوابة الحجم وإن شاء الله بإذن الله في خلال الساعات القادمة وخلال المراحل القادمة سوف يتم السيطرة على ما تبقى من محافظة الحجم بإذن الله سبحانه وتعالى المعارك التي ما تزال مستمرة أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في المعدات واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وأكميات من الدخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيا إلى مأرب حيث تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش من جهة وميليشيا الحوثي الإرهابية من جهات أخرى في مختلف جبهات المحافظة وأفادت مصادر ميدانية بمصرع قياديين اثنين من ميليشيا الحوثي الإرهابية في المعارك غرب مأرب أحدهما ينتحل رتبة لواء والآخر يرتبة عميد المصادر أوضحت ليمن شباب أن القيادي الحوثي ناجي أحمد نهشل والذي ينتحل رتبة لواء قتل مع عدد آخر من عناصر الميليشيا في مواجهات مع الجيش الوطني غرب مأرب كما لقي القيادي الحوثي عارف محمد الشعيبي والذي ينتحل رتبة عميد ويشغل أركان حرب لواء تسعة عشر مشاء مصرعه مع العشرات من عناصر الميليشيا في المعارك التي دارت بجبهة صرواح وكان الهالك الشعيبي قد ظهر قبل أسبوع متوعدا باقتحام مأرب قبل أن يلقى حتفه بنيران الجيش في صرواح هذا وذكرت مصادر ميدانية أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية يلقون حتفهم في غارات جوية تواصل مقاتلات التحالف العربي شنها في عدد من جبهات مأرب يومية من كافة المحافظات اليمنية المحررة يمم الجميع وجهتهم صوب مأرب لتكون المعركة الفاصلة مع طهران والتي وجهت أذرعها من ميليشيا الحوثي بدعم من عناصر حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني حيث كانت المعركة الفاصلة التي كسرت شوكة الاحتلال الفارسي وخسرت فيها الآلاف من عناصر الميليشيا الذين ظلت تجمعهم وتعدهم على مدى الأشهر الماضية من جنوب الوطن وشماله ومن الشرق ومن الغرب هب رجال اليمن للدفاع عن وطنهم الكبير والذود عن مأرب مركز القلب في جمهوريتنا اليمنية الخالدة ويستحيل أن تكون اليمن مستعمرة فارسية ومحمية مجوسية لن تكون اليمن إلا جمهورية موحدة محفوظة محفوظة السيادة برجالها وشجعانها وأبناءها ومشائخها فمأرب محصنة بأبناء الوطن من جميع فئاتهم ومن جميع شرائحهم والمجتمعية وفيها رجال صدق معهد الله عليه تجلت أخيرا طبيعة المعركة مواجهة فاصلة وتاريخية بين اليمن والمحتلة الإيرانية المجلسية فقد أطل التعصب والحقد الشيعي من لبنان يحرض على اشتياح مأرب وضمها تحت جناح الاحتلال المجلسي لليمن عبر ميليشي الحوثي ذراع الاحتلال الإيرانية ما أربها نحيا وبها نموت فأبشروا بالنصر فالعصابات تنحر نفسها وتحترق وتحضر قبرها الذي ستدخله قريبا إن شاء الله لن يحكمنا قزا من أقزام مخلفات الماضي البائد ولا كاهن وعبد مرتهن بيد ملال إيران تهديد وجودي يستهدف اليمن استنفر كثيرا من اليمنيين الأحرار وليبدأ حراك وطني جديد عنوانه الوطن ومركز معركته المقدسة مأرب هدفه تطهير الأرض اليمنية من ركز العدو الإيراني والنابع فما هو إلا وهم يعيشون فيه هؤلاء الأقزام ولن يستطيعوا ولن يحظوا بانتصار أبدا فهم يتساقطون على أسوار المأرب فكل الهزيمة والعار كل العار لهؤلاء الخوانة حراك وطني يخوض حاليا أعنف المعارك ببسالة معارك بزخم وطني متنام وفعالية في ردع العدو الإيراني وهزيمة مخططه لاحتلال اليمن الوطن الذي ينادي اليوم كل أبنائه الأبرار للذوج عنه وإسناده لقتال المحتل بالسلاح وكفاحا بالكلمة وبالمال وبكل الوسائل الممكنة وإنها لمعركة فاصلة طال انتظارها وإنها لمعركة حتى النصر قالت مصادر محلية إن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي يفرون من جبهات القتال يوميا للنجاة بحياتهم في أحدث أزمة تواجه الميليشيا وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية كلفت أمنها الوقائي بتعقب عناصرها الفارين من جبهات القتال في مأرم وأشارت إلى أن عمليات الملاحقة أسفرت عن اعتقال أربعمائة شخص في سبع محافظات تحت سيطرة الميليشيا وشنت فرق الاستخبارات الحوثية حملات تعقب ومداهمة لمنازل الفارين صاحبها اعتقالات طالت المئات منهم في مدن وقرى واقعة تحت سيطرة الميليشيا هذا ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي أمر قبل أيام بتشكيل فرق ميدانية من جهاز أمنه المعروف بالأمن الوقائي وتكليفها بمهام تعقب وملاحقة الفارين من ميادين القتال لسيما من جبهات مأرب إلى جانب مهام اعتقال المشرفين الذين يرفضون حشد المجندين والتوجه معهم إلى القتال وأفادت المصادر أن استمرار تتلقي الميليشيا بجبهات مأرب لضربات متلاحقة كبدتهم خسائر مادية وبشرية كبيرة ساعد في إثارة الهلع والرعب في صفوف من تبقى من مقاتلي الميليشيا وقاد في الوقت ذاته إلى تنام حالات الفرار الجماعي بالأسلحة في أوساط عناصرها من الجبهات المشتعلة منذ أسبوعين في السياق اندلع اشتباك بالسلاح الأبيض وتراشق بالأحذية بين قيادات في ميليشيا الحوث الإرهابية في محافظة صعبة كانت في اجتماع لمناقشة حجد مقاتلين جدد والدفع بهم إلى جبهات مأرب التي استنزفت خلال أسبوعين من المعارك المئات من عناصرهم وبحسب مصادر محلية فإن الاجتباك نشب إثر فشل اجتماع عقده مشرفوء الميليشيا حول حجد مقاتلين للجبهات من أبناء صعباء المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين مضيفة أن خلافا نشب بين القيادات المجتمعة المجتمعة ما تسبب في الاجتباك المصادر أكدت ليمن شباب إصابة قيادي حوثي من أهالي رازح إصابة بالغة إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض من قيادي آخر أدت إلى شج وجهه وفي مديرية حيدان بذات المحافظة فشل اجتماع آخر كان مخصصا لذات الغرض طبقا للمصادر جددت الهيئة الإدارية العليا لنقابة المعلمين إدانتها الشديدة لهجوم الحوثيين على مأرم والذي تسبب في مقتل وجرح العديد من المدنيين الأبرياء وإجبار مئات الأسر على النزوح والتشرد وقالت قيادة النقابة في اجتماع استثنائي إنه يجب على الحوثيين أن يوقفوا هجومهم غير الإنساني على مأرم فورا وأن يمتنعوا عن تحقيق المكاسب الخاصة بالعنف والإرهاب وتعريض حياته ثلاثة ملايين لاجئ لخطر الموت والخراب وحملت قيادة النقابة الإنقلاب الحوثي مسؤولية الدمار الذي لحق بالقطاع التعليمي والذي تسبب في قتل وجرح واعتقال آلاف التربويين وتوقف المرتبات ومواجهة المعلمين حالة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي رصدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح أكثر من 1500 أسرة جراء استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تصعيدها ضد محافظة مأرم وذكرت الوحدة التنفيذية في بيان جديد لها أن هذا العدد من النازحين تم رصده في الفترة ما بين السادس والحادي والعشرين من هذا الشهر في عدد من مديريات محافظة مأرب التقرير أوضح أن 90% من سكان مديرية سرواح غرب مأرب نزحوا من منازلهم فيما اضطر نازحون في مخيمات صوابين والهيال على الضفاف وادي ذنى وسد مأرب إضافة إلى نزوح سكان في منطقة الزور بعد اقتراب المواجهات منها التقرير رصد أيضا نزوح عشرات الأسر وتمثل 400% من إجمالي النازحين من مديرية بني ضبيان التابعة لمحافظة صنعاء و5% من مديرية رغوان غرب مأرب إلى شأن آخر حيث ارتفعت وتيرة التصفيات الحوثية لمشائخ القبائل الموالين لها ممن أصهموا في السنوات الماضية في مساعدة المتمردين الحوثيين وتثبيت انقلابها على الشرعية والمجتمع اليمني تداول ناشطون صورا لمجموعة من مشائخ القبائل في صنعاء وعمران ممن تم تصفيتهم برصاص ميليشيا الحوث الإرهابية رغم دورهم في مساعدة الميليشيا على اقتحام صنعاء عام 2014 وأقدم مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي على تصفية الشيخ القبلي مهلهل أحمد حسن ضبعان وسط صنعاء وينتمي الشيخ ضبعان الذي اغتلته الميليشيا إلى منطقة بلاد الروس التابعة لمديرية صنحان وقد تعرض لإطلاق نار كثيف في طريق المطار شمال صنعاء ما أدى إلى وفاته على الفور وجاء اغتيال الشيخ ضبعان بعد يومين من تصفية ميليشيا الحوثي للشيخ علي حزام أبو نشطان أحد شيوخ قبائل أرحب والموالين للميليشيا الذي قتل مع شقيقته وعدد من أفراد أسرته هذا وطلب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طلبوا مشائخ القبائل وأبناءها في مناطق سيطرة الحوثي بالانتفاضة المسلحة على الميليشيا بدلاً عن انتظار حتفهم على يد القيادات السلالية وتزايدت عمليات الاغتيالات والتصفيات الجسدية لشيوخ القبائل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي حيث تعرضت شخصيات قبلية بارزة في عدد من المحافظات للتصفية والاغتيال وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المصير ذاته ينتظر المزيد من مشائخ القبائل فيما ينتظر أبناء القبائل الهلاكة ممن تسعى الميليشيا إلى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال أفرجت ميليشيا الحوثي الإرهابية عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا حميد عقلان بعد عام من اختطافه وفقا لمصدر حقوقي وأكد المحامي عبد الباصد غازي في منشور مقتضم على فيسبوك الإفراج عن عقلان تنفيذا لقرار النيابة الجزائية المتخصصة الخضعة للحوثيين بصنعاء وذلك إثر ضغوط ومطالبات مجتمعية وقبلية واسعة فيما أخذت الميليشيا ضمنات لإبقائه تحت رقابتها وفي أواخر فبراير من العام المنصر اختطفت ميليشيا الحوثي الدكتور عقلان من منزله في العاصمة صنعاء بعد أن أحكمت سيطرتها على الجامعة والتي تعد كبرى الجامعات الأهلية في اليمن ومنتصف هذا الشهر أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقل مقر الجامعة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وعدم الاعتراف من مخرجات العملية التعليمية في المركز الرئيس السابق للجامعة في صنعاء وفروعها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين الأمم المتحدة تطلب أربعة مليارات دولار لدرء مجاعة مزعومة في اليمن ولم تقدم أي خطة لضمان عدم تسرب جزء كبير من تلك الأموال المطلوبة لصالح تمويل الأنشطة الحربية والتخريبية الإيرانية والحوثية في اليمن وضد السعودية كما حدث سابقا مجدداً الأمم المتحدة تسعى للحصول على أربعة مليارات دولار لتمويل الأعمال الإغاثية لليمن خلال العام الجاري وذلك لدرء مخاطر مجاعة وشيكة دون تقديم ما يضمن عدم تسرب جزء من الأموال لتمويل الأنشطة الحربية لإيران الجارية من اليمن ضد الشعب اليمني ودول الجوار منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك قال خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي إن اليمن يتجه بسرعة نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود مضيفا أن تدخل ميليشيا الحوثي في النشاط الإغاثي غير مقبول أسطوانة المتكررة إذ سرعان ما طالب المسؤول الأممي بتقديم تمويلات صخية لليمن خلال مؤتمر المانحين المزمع مطلع مارس المقبل وحددت الأمم المتحدة حاجتها لأربعة مليار ريال لتمويل الإغاثة لليمن وهو مبلغ ضخم يخشى أن يتسرب جزء كبير منه إلى جيوب ميليشيا الحوثي الإرهابية مما يساعدها على تمويل حربها على الشعب اليمني ودول الجوار بتمويل مالي يأتي معظمه من السعودية ويتسرب إلى الحوثيين عبر المنظمات الدولية ورغم تصريحات لوكوك الظاهرية والرافضة لتدخل ميليشيا الحوثي وتحكمها في العمل الإغاثي في مناطق سيطرتها لم يقدم المسؤول الأممي أي خطة أو ضمانة تكفل عدم تسرب الأموال إلى جيوب الميليشيا كما جرى خلال الفترات السابقة وتضغط الأمم المتحدة من أجل الحصول على مبالغ ضخمة خاصة من السعودية ودول الخليج كما تضغط من أجل السماح بتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة إلى ميليشيا الحوثي ودون معايير مما يوفر للميليشيا الحصول على أموال ضخمة والاستمرار في تغذية سوقها السوداء تركز الأمم المتحدة وعدد من كبرى الدول على المجاعة المحتملة للضغط من أجل جذب تمويلات ضخمة وتقول إن 16 مليون يمني عرضة لمجاعة غير مسبوقة غير أن مثل هذا الخطاب وهذه التوجهات تصب في نهاية المطاف لصالح تمويل الأعمال الحربية لميليشيا الحوثي وخبراء الحرس الثوري الإيراني في صنعاء الذين يديرون أعمالا حربية وعدائية ضد المحافظات اليمنية والمملكة العربية السعودية الآن إلى أخبار الرياضة والزميلة أنسام حسن إليك أنسام أهلا هشام وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الجولة الرياضية حيث أقر فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة تأجيل مباريات دور ملتقى وحدة صنعاء الشتوي لمدة أسبوع بعد رفض الحكام إدارة المباريات احتجاجا على رفض الأمانة العامة للاتحاد تمرير العقوبات بحق اللاعبين في بطولة ملتقى الوحدة وكان فرع اتحاد اللعبة في الأمانة قد أقر توقيف لاعب نادي السقر صدام قاسم لمدة سنة بسبب تعدائه على حكم مباراة فريقه مع شعب إب إلا أن الأمين العام للاتحاد حميد الشيباني اعتذر عن اعتماد العقوبة وقال إن البطولة ودية ولم يكن هناك طلب للاتحاد العام من أجل إقامتها دشن نادي وحدة صنعاء فعالية الملتقى الرياضي الشتوي الرابع والذي ينظمه النادي بصنعاء ويشارك في فعاليات الملتقى 2800 رياضي من مختلف الفئات العمرية وفي عدد من الألعاب الرياضية أغلق مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلة وجاء إغلاق الملعب لمنع إقامة بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم والتي ينظمها فرع اتحاد اللعبة في ساحل حضر موت وقالت مصادر إن المسلحين منعوا إقامة البطولة احتجاجا على إقامة أو على إقالة الإدارة السابقة لفرع الاتحاد وتعين إدارة جديدة حيث كان الاتحاد العام لكرة القدم قد أقال الإدارة السابقة لفرعه في ساحل حضر موت بسبب تنظيمها بطولة ذات طابع سياسي تحمل اسم محمد بن زاهد وهو أمر محذور في قوانين الاتحادات الرياضية اطلع وزير الشباب والرياضة على أنشطة وبرامج مكتبي الوزارة في محافظتي لحج والضالع وجاء ذلك خلال اللقاء الوزير بمديري مكتبي الوزارة في المحافظتين ولدين أوضحا الأنشطة المنفذة من قبل وأيضا الخطط والبرامج للعام الجاري 2021 كما ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري مع مسؤولي مركز الحوار الإنساني إقامة عدد من البرامج الحوارية للشباب في المحافظات المحررة وأبدأ البكر استعداد الوزارة للتعاون مع مركز الحوار الإنساني من أجل تنفيذ جلسات ونقاشات حوارية لشباب من مختلف الأطياف والمكونات ختام الجولة الرياضية شكرا لكم وعودة إليك هشام لانتبعات النشرة شكرا لك أنسا حذرت الحكومة اليمنية من إقدام ميليشي الحوث الإرهابية على تصفية أربعة من الصحفيين المختطفين بعد أصدارها قرارات إعدام بحقهم في إبريل الماضي وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن قرار ميليشي الحوثي بعقد أولى جلسات محاكمة لأربعة من الصحفيين المختطفين لديها منذ سبعة أعوام وهم عبدالخالق عمران وأكرم الوليد وحارث حميد وتوفيق المنصوري جاء عقب إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاصة لليمن مارتين جريفث وكافة منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان بممارسة ضغط لازم على ميليشي الحوثي لوقف أوامر الإعدام ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين دون قيد أو شرط أعلنت سلطات الصحية التابعة للحكومة الشرعية عن تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها خمسة في حضر موت ومثلها في تعز وواحدة في لحج وتضمن التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل حالة وفاة واحدة دون تسجيل أي حالة تعاف ويرفع هذا العدد حالات الإصابة في مناطق نفوذ الحكومة إلى 2187 حالة إصابة مؤكدة منها 620 حالة وفاة و1432 حالة تعاف ختام النشرة وهذا تذكير بعناوينها مصرع أركان حرب اللواء 19 مشاف الميليشيا بصرواح والجيش يستكمل تحرير الجدافر في الجوف ويتقدم نحو معسكر اللبنات موسيقى فرار عشرات المجندين الحوثيين من مأرب وقيادات الميليشيا في صعدة تشتبك بالخناجر والأحذية لإخفاقها في الحشد للجبهات ارتفاع وطيرة التصفيات الحوثية لمشائخ القبائل الموالين لها وناشطون يطالبون القبائل بانتفاضة مسلحة دمتم وادام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة